بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا احنا استقرن ان احنا بنتكلم يوم الاتنين دايما على حاجة بنتكلم على الاحتياط بتاع المستقبل بنتكلم على الشيء اللي هيضمن لنا ان المستقبل يكون مبشر ويكون منور استقرن على ان احنا بنتكلم على اغلى ما فينا وهو الانسان استقرن على ان احنا بنتكلم على بناء الانسان ومشينا شوط طويل في الكلام عن القيم وكيفيد غرس القيم في حياتنا لكن كمان واحنا ماشيين بنتكلم عن غرس القيم مضطرين نتكلم على جيل زد واحنا كمان ماشيين بقى عندنا ظواهر لازم نتكلم عنها ولازم نتكلم عنها باعتبارة تحدي من تحديات القيم لان محدش يفتكر بس ان القيم والاخلاق لما الانسان عيعيشها ربنا سبحانه وتعالى ايضع امامه اشياء يحاول من خلالها يثبت ان هو صادق في ان هو صاحب اخلاق ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وكونوا مع الصادقين والله سبحانه وتعالى تكلم عن رجال صدقوا معاهدوا الله علي فالرجولة ان انت بقى صادق في تمسكك بالقيم وعشان كده عناعمل ايه في حاجة دلوقتي بتحصل مع كل اب بتحصل مع كل ام شيء بيتعرض لي كتير مننا جدا في اوقات متكررة ان احنا نشوف كتير مننا بيشتكوا ان دايما اولادهم عايزين الحاجة اللي نفسهم فيها تتجاب وتتحقق فورا ويبقى عندهم تساؤل ازاي اعلم الولادي ان هم ما يصبروا على احتياجاتهم يبقى المسألة اللي عندنا بنتكلم عنها النهاردة ان انا وبربي اولادي على القيم والاخلاق ييجي الاحتياج يروح واقف في النص وابني بيبقى عنده مبرر انه عنده احتياج عايز حاجة وانا ساعتها ممكن ابقى واقف عاجز او مش راضي عن الفلسفة اللي بيعيش بها ابني اللي هي ايه الفلسفة الفلسفة اللي جاية من السرعة اللي بقينا بنعيش بها في العصر الحالي بتخلينا نعيش اشبه بتكوي كل حاجة ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا في نهاية الزمان ان الزمان هيتقارب كل حاجة فيها جري فاحنا بنحس ان احنا بنجري وكايننا بنجري على احتياجاتنا وان هدفنا ان احنا نمشي ورا الاحتياج من غير ما نقف ولا نفكر هو الاحتياج ده احتياج حقيقي ولا لا الاب عنده احتياج انه عايز ابنه يبقى احسن منه وانه يحقق الحاجة اللي كان الاب نفسه فيها ومعرفش والام كذلك عندها خوف وحريصة على ان هي ما تاخدش اسوأ لقب ممكن تحصوا عليه الام انا فشلت في تربيتكم فالاتنين مستعجلين عايزين ان الاولاد ينجحوا بسرعة من اول مرة يتعلموا الحاجة ويعملوها وانا حاصل ولازم يكونوا متميزين وممتزين وجزء من انك ابنك يتعلم الصبر في الحياة هو صبرك انت عشان تعلمه فاحنا لازم نعرف تحدياتنا بتيجي منين لازم نعرف ان من اهم التحديات اللي بتواجهنا بتواجه اولادنا وبتواجهنا وخاصة انجيل زد اللي هو جيل الالفية ايه هو الجيل ده بتواجه تحديات انه هو اصبح معتمد اعتماد رئيسي على التكنولوجيا والسوشيال ميديا وهو عنده استخدام ممكن نسميه استخدام غير رشيد للسوشيال ميديا وعشان كده ده ساعدهم انه يكرس فيهم حاجة كده ظاهرة تعالوا نصطلح عليها مع بعض اسمه ايه الاشباع الفوري للإحتياج انا محتاج حاجة لازم انا اريد ان انا اشباع اشباع فوري ولزاك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن النهم نهي مال لا يشبعان طالب علم وطالب مال اللي الدنيا ممكن تخلي الانسان لا يشبع فهو لو عايز معلومة مالسان بسرعة ابحث عليها على طول من غير ما تتردد ابحث فيها على طول على فين من غير مراعب ما يعيير ان المعلومة دي هتيجي منين اروح رايح على الانترنت واسأل جوجل واي معلومة تجيلي اعتبرها معلومة صحيحة وانا لو عايز اعمل انجاز انا بتكلم دلوقتي على بعض السمات اللي تكرست في اولادنا بسبب هذه الحالة اللي احنا فيها حالة الظاهرة الاشباع الفوري للاحتياج انا عايز اعمل انجاز خلاص اروح على الجيمز والعب بالساعات عشان اعمل ايه عشان احقق انجاز سريع ولو انا زهقان افتح كل شوية السوشيال ميديا اشوف لعلي في حاجة جديدة نزلت وعايز فلوس ممكن اعمل فيديوهات عن اي حاجة بتعمل ترند حتى لو كانت ملهاش قيمة عشان ايه اللي حاصل عشان اكسب من اكتر المشكلات اللي بتسبب لنا الاعتياد على الاشباع الفوري هو زيادة الهشاشة النفسية ان الواحد بقى من جوه مصامد ما عندوش سمود نفسي فلما بتستصعب حاجة على اولادنا بيحاولوا يعملوا ايه يحاولوا يعملوها مرة واحدة ما نجحوش بيحسوا بالاحباط وعشان كده قلنا ان من اكتر الزواهر اللي حصلت في حياتنا المعاصرة مع زيادة الفردنية وزيادة الميزاجية وزيادة التشكك زيادة الاحباط بقى الاحباط كتير عن الاولاد ولذلك ما بيجربوش هو بيعمل حاجة مرة وخلاص يقولك انا احبط لانهم تربوا على النجاح والاشباع السريع ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا بيقولك يستجاب للمرء ما لم يعجل ويقول لنا العجلة من الشيطان والاناته من الله يبقى ايزا لازم الواحد فينا يتعلم الصبر وعشان كده ده كان التحدي الاول التحدي التاني بقى اللي بيقابلنا واحنا بنكرس في اولادنا القيم والاخلاق ان هم بيعيشوا حياة كمية بتبقى القيمة عندهم بتتحسب بكم اللايكات وكم المتابعين وكم الاعجاب اللي عند الناس وكم الأشياء اللي بيمتلكوها ويجي العرض المبارف فيه لحياة البعض على السوشيال ميديا السور بقى اللي بيعملها وهو في غاية الانبساط وفي المكان المريح وفي المكان الفخ يخلي طول الوقت عندهم مقارنة بينهم وبين الآخرين ايش معنى فلان عنده كذا واش معنى فلان بيعيش الحياة الفلانية ضيف الى ده حاجة تالتة اللي هي ثقافة الاستهلاك ان احنا بنعيش حياة بتقول ان معيار السعادة هو الرفاهة طب ومعيار الرفاهة الاستهلاك فكل ما كنت مستهلك كل ما كنت ايه كل ما كنت سعيد وعشان كده هو عايز يستهلك كتير وذلك هقول لكم حاجة انا ملاحظة ان انتشار الشراء على الالاين جاي من هذا الاحساس بالنهم والاستهلاك ويمكن ده من اكتر الحاجات اللي ممكن للاحظة لو عدت عمل تحليل هتلاقي اكتر الناس اللي بتشتري اونلاين هو هذا الجيل ليه عشان هو عنده الاستهلاك هو معيار الرفاهة ان هو معيار ان هو في حالة رفاهة يبقى ايه اللي حاصل يبقى لو في حالة رفاهة بقى هو سعيد نعمل بقى ازاي نعمل ايه في الورطة دي انا عندي اولادي عايزين احتياجاتهم تلبى فوريا اعمل ايه لازم نربى اولادنا الاول على حاجتين مهمين انا نتكلم عن حاجتين مهمين دولة وكأنهم دولة المعنى الاساسي اللي نعرب عليه اولادنا اول حاجة تشغيل النعم يعني النعم اللي عندك دي تشغلها وتستثمرها وفي نفس الوقت تدير احتياجك يعني تستثمر النعم وتدير الاحتياجات انا بحذر الامهات لما تخلي ابنها يدرك النعم لو سمحتم بلاش تعملوا هذا الامر اللي انا بشوفه نوع من انواع التشويه النفسي للاولاد ان انت لما تيجي تحسس ابنك بالنعم وعايزه يشغل النعم ويحس بالنعمة ما تقرنوش بحد ما تقرنوش بحد لان انت لما بتقرنه بحد هو في لحظة اما انه هو يحس باستصغار النعم او يحس بانه هو كاره النعمة اللي مش قادره توصله انه هو يبقى زي غيره لان انت ساعة ما بتقوله شوف غيرك عايش ازاي هو بيحس ان فكرة المقارنة في مسألة النعم دي هو ده الطريقة اللي ممكن نتعرف بها على النعم فاذا كنت انت بتقولي ابوصل لحد تاني ما عندوش النعمة اللي عندي طب انا ممكن ابوصل لحد تاني عندو نعمة اكتر من اللي عندي مش هي دي الطريقة الصحيحة فالطريقة دي بتحسسهم ان ربنا بيمين عليهم وبتحسسهم ان ربنا كمان بيديهم النعمة وانا اسف يعني وبيزلهم بيها بس ام في العيات مش ربنا اللي بيزلهم بيها ده احنا اللي فاهمين غلط ان احنا ازاي نحسس اولادنا بالنعمة الله سبحانه وتعالى يقول ولئين شكرتم لأزيد انكم ما حسسناش بقلة النعمة بس حسسنا بوسع النعمة فاحنا ازاي نخلي اولادنا يحسوا بوسع النعمة عشان يشغلوها فالحل هو تشغيل النعمة لان النعمة واسعة فالام مثلا عايزة تحسس ابنها بنعمة وجودها في حياته نعمة وجود ان هو ليه ام في حياته ما تقولوش انا نعم عليك من ربنا وتقولو انت لكن تقولو ايه تحسسه بان هو نفسه دايما هو يحس بان النعمة موجودة فهي تقولو ايه على فكرة انا من اعظم نعم ربنا علي ان ربنا رزقني بيك وكل يوم بشكر ربنا على نعمة ان انت ابني وان هو ان ربنا رزقني بيك ربنا رزقني بيك انيس وربنا رزقني بيك فرحة قلبي وربنا يخليك ويخليك دايما بهذه الصفات اللي انا بحبها فايه اللي يحصل فالولد يحس ايه ده انا نعمة بالنسبة لامي وهي اللي بتقدمني كل ده ده اكيد هي نعمة واكيد هي ربنا متفضل علي بيها فيحس بالنعمة يعني اول حاجة يبقى اول قاعدة عايز حس اولادك ان هم في نعمة حسس ان هو نفسه نعمة ان ربنا انعم عليه بيوجوده وانه هو في حاجات حلوة كتير وانه هو في نعم كتير ربنا سبحانه وتعالى بيعملوا بيها وخلاها في حياته لما بنعلم الولادنا يشغلوا النعم ويعرفوا نفسهم اكتر من خلال النعم وانهما يحسوا بالرضا وان النعم مليا حياتهم وملياهم ايه لا يحصل في حاجات كتيرة بتتوارى لانه ممكن الحاجات دي تختفي لما يحس ان هو عنده كل النعم دي لان كتير من الاحايين بيبقى الاولاد عايزين يسدوا الاحتياجات دي لانهما حسين انهما ملهمش ايما فلما يحسوا بقيمتهم ويحسوا بانهما غاليين عند ربنا ايه اللي حاصل الفراغ اللي في مشاعرهم بيتملي فمن بقاش محتاجين انهما يدمنوا السوشال ميديا او يدمنوا اي حاجة لانهما حسين ان النعم ملياهم الحاجة التانية ان احنا رب اولادنا على ادارة الاحتياجات والاستثمار يعني ايه ادارة الاحتياجات مثلا عندي احتياج دلوقتي بيزن علي انه ان انا ادخل على السوشال ميديا وافضل اتفرج وافضل اشاهد فيتعلم ان اول حاجة لازم يحدد هو عايز ايه ليه فيسأل نفسه ليه حاسس انا ان انا محتاج ان انا ادخل دلوقتي على السوشال ميديا مثلا محتاج ان انا اتواصل مع فلان خلاص اروح اتواصل مع فلان واعمل الحاجة دي وامشي او عايز اشوف فيديوهات عشان اتعلم محتوى معين اروح اشوف الفيديوهات بتاعت المحتوى معين لكن ايه اللي يحاصل موسعش ده وتكون الخطوة تانية انه هو يحدد وقت لهذا النشاط وممكن يحط النفس ومنبه يساعده ان هو ما يتجوز الوقت ده بالطريقتين دول احنا ممكن نتعامل مع ده طب ايه بقى الاجراءات اللي احنا ممكن نعملها وتوصلنا لده بشكل واضح يعني مثلا انا سبيه مثال اول اجراء احنا ممكن نعمله وبشكل واضح عشان يساعدنا في ده عشان ما يبقاش عندنا مسألة الاستهلاك بهذا الشق بهذه الامر ومسألة الاشباع الفوري ان احنا نعمل حاجة ان احنا نربي نفسنا مع ولادنا على الامتنان انا امتنى الابني فيتعلم مني الامتنان فلما يتعلم الامتنان يحس بالنعمة يعني ايه اللي حاصل انا لما اتعود ان انا اشكر اولادي لكن طول الوقت قوم يا فلان اعمل كذا وقوم يا فلان اعمل كذا وقوم يا فلان اعمل كذا يحس بالارهاق لكن انا لو انا بمتنله بقوله انا شكرا على انك انت نولتني الماء شكرا لك فإنه حاصل يحس انه عمل حاجة فلما يحس انه عمل حاجة إيه اللي حاصل يبتدي فكرة الاشباع عنده تتغير فيحس بانه ليه ايمة وجوده في البيت ليه ايمة هقول لكم حاجة عارفين أولادكم بيدخلوا وضعهم ويقفلوا على نفسهم ويعيشوا مع أجهزتهم ليه لأنه حاسس إن قمته فقط إنه هو يعمل لك حاجة مش إنه هو في ذاته ليه إيمة لما بتحس إنه هو وجوده ليه إيمة عندك هو بيحس إنه هو منتمي إلى المكان ده ويحب يقعد جنبك عشان هو حاسس إنه هو مش هيبقى هامشي أو يبقى سفر على الشمال لما يحس إنه هو وجوده معاك ليه إيمة هو الفراغ اللي جوه مشاعره هيتملي عارفين إحنا فلسفة إدارة الاحتياجات بتبني على إيه على إن كل ما الإنسان عاطفياً امتلأت مشاعره بالقيم وامتلأ باطنه بمعاني نبيلة كل ما احتياجاته قلت آه والله عارفين فكرة الزهد بتتبني على إيه؟ على إن الواحد عنده قيم كتيرة مشغول بيها المحبة واللطف وإحنا حتى بنحس بده حتى في الاحتياجات المادية الواحد لما بيكون فرحان في كتير من أحيان ما يحبش يأكل شبعان ففكرة الشبع دي هتحصل لما الإنسان يمتلئ وإن كنت أنا ما بحبش فكرة الشبع مع الاحتياجات لكن بحب مسألة إدارة الاحتياجات اللي بيقول لنا عنها سيدنا عمر آه وكل ما اشتهيتم اشتريتم هو كل حاجة لما تحتاجها وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول لنا حسب ابن آدم لقيمات يقيمنا صلبة يعني ايه؟ يعني خلي بالك خلي ابنك دايما الإجراءات التانية ساعد ابنك على أنه يعرف نفسه أكتر ويلاحظ الاحتياجات الحلوة اللي فيه يعني ايه؟ يلاحظ أنه عنده حاجات حلوة ملياة ملياة هو مش عبارة عن احتياجات لأ ده فيه حاجات حلوة ملياة فلما يحس بالحاجات الحلوة اللي ملياة دي يحس أنه مش محتاج يملى الفراغات اللي داخل باطنه باستهلاك ولا بأشياء ولا بمشاهدات هو يحس أنه يكفيه أنه يقعد ويستثمر نفسه بشكل جدي وكمان علمه أنه يعيش أن كل حاجة لازم يكون لها معيار وأنا بساعدك على أنك أنت تخلي أولادك لما ييجوا يعملوا أي حاجة يطبقوا الخمس معايير دول هياخدوا وقت آه هياخدوا وقت بس ابنك هيبقى حاجة تانية ويريت أنت كمان تتعلمه أن أنت لما تيجي تعمل حاجة تعمل حاجة لها جدوى يعني ما يعملش أي حاجة إلا وليها أهمية تاني حاجة لازم يعمل الحاجات بجدية خمسة جيم يعمل حاجة ويليها أهمية تاني حاجة يعمل الحاجات بجدية يعني يا يحيى خذ الكتابة بقوة يبقى إيه اللي حاصل يبقى يعمل حاجة بجدية وده شيء مهم جدا جدا يبقى إذن يبقى لازم يكون جاد وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الجدية لما حضرته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أني خير العمل أدومه وإن قل أن أنت تبقى جاد فيه وإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنوا تيجي بقى الجودة يبقى عندنا أول حاجة إيه أول حاجة عندنا الجدوة يبقى فيه أهمية تاني حاجة الجدية تالت حاجة الجودة ما تخلوش يعمل أي حاجة ويا رب تخليه كمان ما يأكلش أي حاجة لازم يكون عنده جودة للحاجات اللي بينتقيها يلبس شيء جيد يأكل شيء جيد يفكر في فكرة جيدة فلما يعمل كده حياته تتغير ويتملي الفراغ اللي عنده رابع حاجة خليه هو بيعمل حاجة دي يعمل حاجة اللي هو متمكن منها وهي الجدارة يعني خليه دايما يعمل الحاجات اللي هي لأن لأن قيمة المرء بما يحسنه يبقى كل ما يعمل حاجة هو عنده مهارة فيها وقادر عليها كل ما الفراغ اللي عنده والاحتياجات اللي عنده بتدار آخر حاجة خليه يعمل حاجة بجمال يبقى كده فيها لمسة فيها حسن وفيها جمال وما يخليش المسألة كده مليانة قبح لازم يعمل حاجة وهي فيها جمال لأن الله سبحانه وتعالى كتب الإحسان على كل شيء لو عودنا أولادنا على الإجراءات دي وربناهم على الإجراءات دي مش هتلاقيه عنده دايماً احتياج إنه هو يصل إلى احتياجه بشكل فوري يبقى إحنا محتاجين رب أولادنا على إن الحاجة لما يعملوها يعملوها بجدوة ويعملوها بجدية ويعملوها وهي فيها جودة ويعملوها وهي كمان عندهم جدارة إنهم يعملوها وفي الآخر لازم يغمسوها في الجمال لأن هي أصلاً جميلة والله جميل يحب الجمال يا سادة إحنا نسأل الله سبحانه وتعالى إن التربية دي رحلة والرحلة دي إحنا مش بنربق أولادنا بس إحنا بنربق أولادنا وإحنا الاتنين بندخل في حمى مولانا إحنا الاتنين بندخل في مدد مولانا عايزين نستثمر فكرة التربية إن إحنا كمان نزكي أنفسنا مع أولادنا ونمشي معهم في الطريق اللي بيخلينا ندير احتياجاتنا ونستثمر نعم ربنا عشان نفوز بوعد الله سبحانه وتعالى ولئن شكرتم لا أزيد أنكم يا كريم إنهمنا الشكر وإن إحنا نعمل ما تحب على ما تحب لنصل به إلى ما تحب يا كريم يا ودود يا رب العالمين بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم عشان نتلقى أسئلتكم المباركة ونجيب عليها ولكن بعض الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بينامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة ومن خصصها وقت عشان نجاوب عليها ونكون معنا أول سؤال النهاردة معنا الأستاذة ياسمين من القاهرة أستاذ ياسمين السلام عليكم إزاي حضرتك يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو صمحتي يا شيخ وانا بس كان ليا استفسار كان ليا وحدة صديقة ليا هي متزوجة يعني لما زوجها بيمشي بينزل ويروحها للشغل هي بتحسب يعني بإحساس كده بيخوصها هي بتحكي لي بتقول لي أن لما زوجها بينزل للشغل بتبقى في البيت نايمة بتحس إن فيه شيء بيكتفها أو بتحس إن فيه حد جنبها السنة بيتكتف خالص ما بتقدرش إن هي تستعيز حتى هي حديثة الزواج ولا إيه؟ متجوزة من الديه؟ بقى لها سنة وعندها ولد طيب أنت بتسأليني بقى إيه الحكاية دي؟ أوه هو في بعض الناس بيقولوا إن ده ممكن يكون مستعاشق هي خيصة من حاجة زي كده أجاوبة لحضرتك حاضر أجاوبة لحضرتك حاضر طيب بص يا أستاذة أنا دايماً أقول لحضرتك حاجة لطيفة يعني ساعات كتيرة لما بيجي لي حد يقول لي أنا زوجتي عندها فكرة الجن ده وتلعاش بقول له على فكرة يا عندها عندها عفريت أو بس العفريت ده إنت في الغالب الحالات اللي زي دي بتكون عندها مشكلة إن هي بتعاني إما من سوء المعاملة أو من الإهمال يعني حصل لها ما يسمى رؤية شبح الجواز يعني هي داخل الجواز وعندها سقف توقعات فلقيت الجواز حاجة تانية أو دخلت الجواز لقيت الجواز حاجة وحشة خالص أو لقيت إن ما فيش الاهتمام اللي هي منتظراه فكأنها أصيبت بخيبة أمل فهي عايزة تعوض إن هي في حد مهتم بيها فهي مش دريانة كل دي هي مش دريانة فبيحصل لها الكلام ده بيحصل لها أنا فعلا أنا ما ينفعش إن أنا أترمي كده يعني ما ينفعش إن أنا محدش يهتم بيها به الطريقة دي أنا أكيد في حد مهتم بيها حتى لو ما كانتش في المكون المرئي ده هيبقى في الجون غير المرئي ده ولذلك إلا حاصلة هي ما عنداش أي حاجة هيكل الحكاية محتاجة فعلا اللي متسبب في ده يقوم بدوره وهو الزوج ولذلك إلا بيحصل هتلاحظ حاجة إن ده ما بيحصل لهاش يعني هي لو نامت وزوجها موجود مش يحصل لها ده هي لو قاعدة وزوجها موجود ما يحصل لهاش ده يبقى إمتى بيحصل لها ده لما زوجها ما بيقاش موجود يبقى إذن هي الكلام ده أمر جاي منين من احتياج عندها محتاجة هذا الاحتياج يدار بشكل صحيح وهو الاحتياج للاهتمام فهي محتاجة إن زوجها يهتم بيها المسألة البساطة يمكن إن إحنا نستقبلهم في مركز الإشاد الزواجي وإحنا أبني ما مهتمين بفترة الأولى بالحديث الزواج لإن إحنا عندنا مشكلة في حديث الزواج إنهما بيبقى الوعي منخفض وكمان بيبقى عندنا كمان مشكلة كبيرة جدا إن النضوج هم متصورين إن هم نضجين بالقدر الكاف إن هم يفهموا بعض وهم محتاجين إن هم يتعرفوا على بعض فبيحصل ما يسمى بالخزلان في التوقعات في الفترة دي فعشان كده أنا بنصحك إن أنت تقول إليها إن هي ما عندهاش أي حاجة فقط هي محتاجة جملة من النصائح تستطيع هي وزوجها إن هي يزيد اهتمامهم ببعض ويزيد اقترابهم من بعض لإن هم ممكن يكونوا حسوا إن هم ما يعرفوش بعض فيبقى إيه الحال إما إن هم يتلقوا تدريب على تدريب للجواز تدريب المقومين على الزواج بينفع في الحالة بتاعتهم دي برضو أو يتفضلوا إلى مركز الإرشاد الزواجي عشان نقدر نتعامل مع المسألة دي معانا مين معانا أمو يوسف معانا أمو يوسف تتفضل أهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زيك فضلت الشيخ فضل ونعمة الحمد لله أنا كان معي مشكلة فضلت الشيخ بقالي عشرين سنة متجوزة وجوزي بعد عشرين سنة طيبني بحاجات وحشة وأنا معي منه ثلاث أولاد حياة وحشة يعني بيكلم ناس ولا في عنده علاقات بناس لا هو بيكلم في عرضي مع أخوه بس فالمشكلة فضلت تزيد بقى وفضل يقول لي أنك بيحطي لي حاجات وفضل الشك بقى فيه لحد ما خدت أولادي ومشيت فأنا دلوقت يعني قاعد أبعد عنه لا المسألة دي ما ينفعش كلام أي مبرر طب هو الشك ده جديد ولا قدين لا ده الشك ده احنا بقىنا دلوقت داخلين في سبع شهور لا 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 مش قصدي الشك ده حاجة حصلت جديدة يعني هو ابتدى يشك آخر سنة ولا هو طول عمره بيشك لا هو ابتدى يشك آخر كده سنتين بدأ بقى يشك هو حصل حاجة يعني ساب شغل ساب شغل حصل له أي حاجة خليته اتغير كده آه آه تاب شغل فقط شغل فقط الشغل بتاعه طيب آه لا المسألة محتاجة أنه انتو لاتنين تجونا على المركز لأنه المسألة احنا محتاجين نحل في الطرفين لأن انتو بتكلميني دلوقتي على مشكلة مش عندك انت دي عنده هو صحي كده ايو يبقى احنا محتاجين احنا نكلم مين يكلمه هو ومش بس يعني على بمناسبة أنا دايما نقول له حضرتك طب ايه الإجراء اللي انت ممكن تعمليه انت بتقولي دلوقتي انت مش موجودة معاه في البيت دلوقتي اه انا دلوقتي عاد عند بيت والدي بأيهالي وهو دلوقتي حاليا من الاهل وطردينه برا طردينه برا عشان هو ايه عشان عمل الحكاية دي وشك فخوفة طردو اه عشان عمل الحكاية دي وعارفينه هو كان في بيت عيلة ايه اه احنا كنا في بيت عيلة فهم عارفين انا مين يعني وناس مين فما يكونش يتوقعن هو يقول علي كده او يقول على اخو كده طيب يبقى انت يبقى انت دلوقتي طب هو عايز يصلح وعايز يرجع عن الفكرة اللي في دماغه ولا هو مصر عليها لا هو مصر عليها بس انا معايا ابن الكبير عمال يقول انت السبب وانت اللي بادلت حياتنا ورميتينا في الشارع طيب يبقى احنا محتاجين على وجه السرعة تتفضلوا حضراتكم تتفضلوا حضراتكم انتو الاتنين اذا كان هو عايز يحل فتتفضلوا احنا انتو الاتنين ونتكلم في الموضوع برمته لانه هو محتاج تدخل طب والغاية ده ممكن نجيب يعني نجيب عقلاء من الاسلتين اذا كان الامر انتشر انا ما بحبش الامور دي تنتشر اذا كان الامر انتشر خلاص يجيب حكيم من الاسر دي وحكيم من الاسر دي ونقعد ونقعد عشان نلم الموضوع زي ما بيقولوا لكن انا مش موافق ان اهله يطردوه هذا الطرد من غير ما يحاولوا يحتووه لانه ممكن الطرد ده يجيب عواقب وخيمة عليه هو شخصيا اذا كان هو بيعاني مثلا من حالة الاكتئاب بسبب تركه للعمل فهنا نعمل ايه نحتويه ونشوفه وعمل كده ليه ونحاول نعالج المسألة معاه لانه في الاخر خالص ابننا احنا كده وكأننا جمدنا الحالة احنا عايزين نحل المشكلة دي فعشان كده بنصح بنصح الاهل ان هم يتدخلوا يجيبوه ويسمعوا منه مش يسمعوا منه عشان يصدقوا الشك ده لكن يعرفوا ان الحالة بتاعته ايه لانه في الغالب ممكن يكون بيعاني من اكتئابه ده اللي خلاه وصل الى هذه الحالة فانا النصحتي لي انه هو يحاول انه هو يستمع لكلام الناس الحكماء من القسطين عشان الامر يكون في حالة احسن وكمان انا بنصح انه يبقى فيه مبادرة منك ان انت تتكلمه مع بعض انت هو عن طريق التلفون مش عن طريق التواجد مع بعض وتكلميه وتبيني له ان انت مش ممكن تعملي كده وتحاول بقدر امكان لانه دلوقتي حاسس ان هو الواحد معانا السيدة محسام تتفضل اعلان يا دكتور ازاي حضرتك نعم وفضل والله ربي دايما اقولك يا دكتور انا ليه اخ متوفي من شهرين وكان متجوز وعنده اولاد وحصل انفصال وبعدين اتجوز تاني فالليتجوزها حصل بينهم خلاف والعيال وكده فالمهم انه هو سبعة والحاجة اللي كانت دخلة بيها تلفت حصلها تلف بانيك ترفضها تاخد الحاجة وعايزة فلوس فالمهم انه هو توفى وهي يعني بنته اتصلت بيها وقالت لها بابا مات وسمحي قالت لها لأ انا عمري ما اصمحه انا ليا خمسين الف فرقابته وبعدين انا سألت الشيخ وقال لي اريبوا يدفعوهم فقالت لها بنته طب اريبوا يدفعوهم قال ايه قالوا قال لها ايه قال لها انا ما امينيش الكلام لكن انا عايز اعرف اريبوا يدفعوهم لازم ايه قال لها اريبوا يدفعو الدين ده اللي هو اللي هي الخمسين الف هو الدين ده عبارة عن ايه بقى عبارة عن ان كان لها ايمة كان لها جهاز والجهاز ده ما اخدتهش وحصل له تلف وما اخدتهش وبعدين احنا تاخد الجهاز ده الجهاز ده موجود لو ان الحياة دي موجودة في الايمة متاخدها ده بقى له اثنين خلاص تلف وباز راجت ان النفس بقى كنو بيرضوهم المكان ولادو معدومش اي طبعا عايز انا سأل سؤال الايمة دي الايمة دي متوسقة ومحطوطة في شكل رقم مالي ولا الايمة دي في شكل ايه ايوة كان محطوط فيها المبلغ خمسين الف طيب هو بقى كان عامل باليومية يعني هو ما كانش يعني ايوة معلش واحدة واحدة بس هو عنده تركة ولا ما عندهش ترك لا لا خلاص والله كويس بقى انا احنا ماشيين واحدة واحدة دلوقتي طبو هي الايمة دي بخمسين الف هل موثقة والله هي خد رفع قضية والمحامي كان شغال فطبعا لما توفى احنا قلنا لها وهو كان بيقول لها كل ما اشتغل هديكي حاجة في حاجة بس ما حصلش نصيب طيب يعني هو دلوقتي فعلا هو دلوقتي مقر بخمسين الف ولا هو كان بينهم تقاضي لا كان بينهم تقاضي وهو كان اي لها اما باشتغل خلاص ليس لها الحق ان يطالبكم ترفع الامر للقاضي طب احنا يا دكتور بنتين انا الكبيرة واختي صغيرة ارملة وانا طبعا ما عنديش قدرة يعني انا ما عنديش قدرة مالية ان انا اديها خلاص ما يبقى انت مش ملزمة ان انت تعملي الكلام ده انت لو كنت ادر ولان ولاده والله انه بقول لها حذا كان عامل باليوم يعني ما بص يا محسام تفضل لا يكلف الله نفسا الا وسعاه الله ينور عليك يا دكتور انت اصلا ليس عندك ساعة ان انت تقوم بتسديد هذا الكلام اوه هي اصلا دلوقتي اوه المسألة بسيطة خالص فضل في في بعض المؤسسات مؤسسات دولة بترعى الاحوال بتاعتها اذا كانت هي لا تستطيع ان تجد مالا وزوجها توفي وهي ليس عندها اوه هي ممكن تحصل على المعاش وممكن تحصل على اشياء كثيرة جدا جدا اوه اما وان ان انت ما عنديكيش قدرة على على ان جنتي تعمل الكلام ده وهو اصلا احنا لسه مش عارفين ده ثابت ولا غير ثابت يعني الايمة دي في شكل الايمة دي هل هو كان مقر بما في القايمة دي ومقر ان الايمة دي كانت جزء من المهر بتاعها فدي اشياء لازم نحقق فيها اما وان احنا ما عنديناش ده وانا ما ما فصلتش في الايمة لغاية دلوقتي لان انا ما عنديش التفاصيل دي انت ما قلت ليش التفاصيل دي لكن خلينا نتكلم في المسألة اللي ممكن تخصك انت اللي انت سأل علشانها هل انا يجب علي التسديد وانا لا املك من المال ما اصدد به عن اخي لا ليس عليك لانه لا يكلف الله نفسا الا وسعى نعم معانا مين استاذ السامية تتفضل ايوة تفضل يا استاذ السامية ايو السلام عليكم عليكم السلام عليكاته ازاي حضرتك فضل ونعمة الحمد لله تي حلم تحلم ميتين شايل ناس شايلة ميتين تلكا وبحبتها وكده من الكفن طيب يا ستي مين اللي حلم تدي تبت منتعتها خايفة طيب مين اللي حلمت بدا بنتي طيب قولي لا ولا تلتفت للحلم ده خالص وتركنه وما تفكرش فيه تاني ومش هيحصل اي حاجة ان شاء الله وتتوكل على الله وما تنتبهش لده خالص ماشي معانا الاستاذ محمود من اسكندرية معانا ام محمود من اسكندرية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك فضل ونعمة الحمد لله تفضلي الحمد لله لو سمحتنا لي سؤال بخصوص الشهادات الاباع عندي اربع شهادات بس في منهم شهادة واحدة اللي خضع للزكاة هم أقول على فترات مختلفة ومر عليهم اربع سنين فانا بطلع الزكاة على الشهادة اللي هي وصلة للحد هل بقيت المفروض ان انا اجمع المبالغ الشهادات كلها وطلع عليهم الزكاة دلوقتي خليني اسأل حضرتك انت عندك الشهادات حاضر الشهادات اللي عندك دي هي دي الفلوس اللي عندك ودي اللي بتسافي منها وبتعيش منها لا انا طبعا بعيش منها بس انا عندي معايش انا وزوج طيب بص يا بص حضرتك بس انا برضو المبالغ اللي بتطلع منهم العائد بيستالك واخصوصا ان احنا اصحاب امراض مجمنة وبنستالك على جان ربنا يديك الصحة يا رب بص حضرتك انت دلوقتي الاصل ان احنا عندنا كل الوعاء الزكاة واللي من جنس واحد احنا بنجمعه بنجمعه مع بعض يعني الشهادات في مجموعة كده هتبقى نصاب يعني ايه انا عندي شهادة بايه عشرين الف وتلاتين الف واربعين الف وخمسين الف كلهم على بعض وواحدة منهم لوحدها كده ما تعملش نصاب لكن كلهم على بعض كده يعملوا نصاب اه يطلع عليهم الزكاة انا عارف انت سؤالك كان عن ايه نطلع عليهم كلهم وهم بلغوا النصاب كلهم كده لكن المسألة بقى اذا كان كل واحدة فيهم في حد ذاتها كده انت بتقول انتوا عندكم حياة تنفق منها يبقى خلاص انا نجمعهم كلهم ونطلع عليهم اثنين ونصف المية بما ان عند حضرتكم حاجة تانية تعيشوا منها وما بتعتمدوش على ده فانطلع اثنين ونصف المية عليهم كلهم لان مجموعهم مجموع الرصيد بتاعهم مجموع الاسمان بتاعتهم لان احنا عندنا اصناف اصناف للزكاة منها الاسمان الاسمان ديت اللي هي الاموال اللي عندك دي الاموال اللي عندك دي كلها اه مجموعهم يعمل نصاب فانطلع الزكاة عليهم في مجموعهم اثنين ونصف المية ليه كده ليه ما بنخليش كل واحدة لوحدها طب احنا هنجمعهم كلهم ونطلع عليهم اتنين من في نصف في المية اول مرة طب المرة هنطلع كده بالزيادة لكن المرة اللي بعدها بقى هنطلع عليهم بدقة يما نساب بالتاريخ ونطلع عليهم كلهم المرة اللي بعدها هنطلع بالتمام لان مش هينفع نخلي لكل واحدة نصاب لان هم كل واحدة مع بعضهم متبقاش نصاب لكن ايه انت بقى يبقى النصاب لما مجموعهم مع بعض بلغ النصاب اللي هو خمسة وتمانين ما يساوي خمسة وتمانين جرام ده لما جمعناهم الوقت اللي وصلوا مجموعهم يساوي خمسة وتمانين جرام ده بقى نعمل له حول واول ما يحول عليه الحول هنطلع عليهم اتنين ونصف في المية يبقى امتى هنشوف امتى كان مجموعهم كلهم على بعض زاد عن خمسة وتمانين جرام ده هنحط التاريخ ده ونطلع عليهم بعد سنة وساعتها يبقى احنا كده طلعنا الزكاة بعد بلوغ النصاب سواء النصاب في خيمة او حال عليهم الحول وهي السنة القمرية السنة القمرية ونسأل الله سبحانه وتعالى ان هو يبارك لك في مالك يا حجة ام محمود يا سادة احنا النهاردة تكلمنا فامر في غاية الاهمية اتكلمنا ازاي نتعامل مع احتياجات اولادنا ازاي ندير احتياجات اولادنا اللي هي احد اهم مصادر الضغط علينا في حياتنا للمعاصر وهي اللي بتحسس كتير من الاباء ان هم مش قادرين يكونوا اباء اكفاء بالنسبة لأولاده لا احنا عايزين ندير احتياجات اولادنا ونحاول بقدر الانكان ان احنا ننقلهم من ان هم يكونوا مستهلكين وعندهم شراهة وعندهم نهم الى ان الناس تكون عندهم صمود نفسي وعندهم ثقة وعندهم كمان استثمار لمواردهم والنعم ان ربنا سبحانه وتعالى اودعه في شخصيته تعالوا صحيح المسألة محتاجة مجهود لكن ده افضل مليون مرة من ان احنا نقف مكتوفين الايدي امام نوع من انواع التهام شخصية اولادنا ونسيبهم يضيعوا مننا ويتفككوا لا تعالوا نساعدهم ونساعدهم على ان شخصيتهم تتبني ودايما يحصل لهم الارتقاء ودايما يحصل لهم تقدم لان الوقت اللي جاي محتاج ناس عندهم صمود وناس عندهم قيم وناس قادرين يديروا احتياجاتهم ويستثمروها في ان يتدفعهم عشان يكونوا دايما احسن ويكونوا دايما عايشين بمدد ربنا وبنظر ربنا ليهم دايما بانه هو سبحانه وتعالى لا يمنع عطاء عنهم ولكن هم يحتاجون الى ان يسيروا الى الله سبحانه وتعالى بغير تعلق بما سواه ويكونوا دائما مع الله وبالله ويشعرون بنعم الله عليهم وبمدده الذي ينزله عليهم يا رب جعلنا دايما في رضاك وجعلنا من اهل المدد وجعل اولادنا في كنفك وجعلهم يا ربنا ممن يرتقون فيكونوا دائما على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى قيمه وعلى أخلاقه واجعلنا معهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين ألهمنا بمددك وأمدنا بمددك في كل وقت وحي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة